أكد وزير الخارجية سمح شكري على ضرورة تضافر الجهود الدولية لمجابهة المخاطر الإرهابية المعاصرة واقتلاعها من جذورها شدد شكري خلال ترأسه الاجتماع الوزرية الثالث عشر للمنتدى العالمي لمتفحة الإرهاب شدد على ضرورة عدم تقرار أخطاء الماضي التي أفضت إلى توفير الملاذ الآمن للتنظيمات الإرهابية مؤكدا على ضرورة مضاعفة جهود متفحة الإرهاب من جذوره المتمثلة في الفكر المتطرف والتحريضي بما يشكلهم من مظلة فكرية جامعة تستند إليها مختلف التنظيمات الإرهابية ومواجهة من يتبنون هذا الفكر ويقدمون له الدعم بحيث تتحمل كافة الدول مسؤولياتها في التعامل مع تدعيات مثل هذه السياسات ترجمة نانسي قنقر